بحث وزير الخارجية محمد الحضرمي مع سفير روسيا الاتحادية لدى بلادنا فلاديمير دودشكن عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتوجهات الروسية خلال ترأس موسكو لمجلس الامن بداية من الشهر القادم وتطورات السياسية على الساحة اليمنية وجدد الوزير الحضرمي حرص الحكومة على السلام المرتكز على المرجعيات الاساسية الثلاث واستمرار تعاملها بكل ايجابية مع مقترحات المبعوث الاممي الى اليمن مارتين جريفث مشددا بضرورة الضغط على ميليشيات الحث الانقلابية للاستجابة لدعوات احلال السلام وفقا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها من جانبه اكد السفير الروسي دعم بلاده لجهود المبعوث الاممي معبرا عن تمنياته في احلال الامن والاستقرار والسلام في اليمن